السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الشكر الله رب العالمين طبعاً لكل حكم علة وحكمة ومقصد وغاية يالله سبحانه وتعالى عندما ينزل الأحكام لا بد من وجود علة لتلك الأحكام العلة المقصود بها السبب الأساسي لها يعني نقول مثلاً علة الشيء يعني السبب الأساسي لوجود هذا الشيء ما هو نقول الله سبحانه وتعالى هو علة الوجود يعني هو السبب المسبب المن للوجود فعلة الأحكام أفضل أضرب لك مثل لو أن هناك غابة يكتب عليها ممنوع الدخول ليش؟ لأن هذه الغابة مكتظة بالوحوش المفترسة مصحيح؟ هذه هي العلة العلة التي من أجلها صدر الحكم بمنع دخول الغابة شنو هو؟ وجود الحيوانات لكن الحكمة شنو هي؟ الحفاظ على حياة الناس هذه الحكمة والهدف والغاية فلكل حكم علة ولكل حكم هدف وغاية ومقصد قد ندرك أحكام الله سبحانه وتعالى قد ندرك علالها وغاياتها وأهدافها ولكن بعض الأحكام قد لا ندرك أسأل الله سبحانه وتعالى في مثل هذا يقول قبل هذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون هل هي الهدف والغاية والمقصد أم هي العلة لا أنها المقصد الله يريد منها أن نكونها من خلال الصوم لكن ما هي العلة التي من أجلها فرض الصوم لعله العلة أن الصوم متساوق وأن الله سبحانه وتعالى جعله شهر رمضان الذي أنزل فيه في النزول القرآن في هذا الشهر الله سبحانه وتعالى جعل الصوم لماذا؟ لأن القرآن إنما نزل هو من أجل تطهير الأرواح مو؟ القرآن شنو هدفه؟ تطهير الأرواح الصوم شنو هم؟ أيضاً تطهير الأرواح والأبدان أصلاً هم الصوم تطهير للأرواح وللأبدان لأن قد الإنسان مثلاً في غير أيام قد منها ومنها لكن في الصوم بعد يمتنع عن كل شيء يمتنع عن كل محرم كثير من الناس لا يصلون ولا يصمون عفواً ولكن عندما يأتي شهر رمضان يصوم ويمتنع عن كثير من المحرمات التي كان يعملها قبل الصوم فلعل العلة هو هذا أن القرآن زاجر للروح أو النفس عن المعصية وعن الآثان وينزهها ويطهرها كذلك الصوم يفعل وإلا مثل الله سبحانه وتعالى لماذا لم يجعل شهر ذي الحجة مثلاً للصوم؟ أو شهر محرم جعل شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الحكمة من النزول شنو هي؟ أن يكون هدى وبينات من الهدى والفرقان الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يميزه بين الحق والباطل بين الصواب والخطأ بين الجور والعدل بين كثير من الأمور فمن شهد منكم الشهر فليصمه طبعاً حتى نعرف أنه لم يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات ما هي هذه الأيام المعدودات؟ هذه الآية هي التي تفسرها طبعاً إن الآيات كتب عليكم الصيام هي الآية 183 في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هي الآية 185 في سورة ومن اللطيف أن الآية 185 في سورة البقرة فيها 185 حرف بالكمال والتمام صلوا على محمد وعلمكم اللهم صلوا على محمد هنا في خاتم في ختام الآية الله سبحانه وتعالى يقول وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ وَلَعَلَّكُمْ إذن الهدف من هذا حتى نكون شنو الحكمة حتى نكون شنو شاكرين لله سبحانه وتعالى فمن صام في هذا الشهر فقد حقق أعلى مراتب شنو الشكر لله سبحانه وتعالى وأعلى مراتب التكبير لله سبحانه وتعالى لا يعني فقط نحن مثلاً بيوم بيوم العيد شنو عندنا هكو تكبيرات ما صحيح؟ بيستحى بيوم العيد شنو الله أكبر الله أكبر وكبير هل حمد موجي هاي التكبيرات الموجودة بس أساساً الصوم هو كما أنه شكر لله هو شنو تكبير لله وخضوعاً للأرادة الله وتطبيق لتعاليم ولأوامر الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا الشهر إلى منزلة عظيمة حتى ما نطول عليكم الإمام زين العابدين يبين لنا عظمة هذا الشهر من خلال دعاء ودع شهر رمضان هو عنده دعاء دعاء في استقباله ودعاء ونقرأ لكم هذه المقاطع من دعائه سلام الله عليه التي تبين لنا عظمة هذا الشهر المبارك أنا لم أخذت المقدمة طويلة قبل أن يبدأ بالشهر يقول اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف كلفتنا بوظائف ومهمات من صفايا شنه يعني من الوظائف المصطفات عندك الله مو يصطفي إن الله يصطفي من رسلا مو اصطفى مريم المصطفين الأبرار من الوظائف التي اصطفها الله يا وظيفة وظيفة الصيام في شهر رمضان وخصائص تلك الفروض يعني هاي الفرض الخاص شهر رمضان الذي اختصصته من ثائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور وآثرته طبعا هذا الكلام الذي ذكرناه أنه العلة والحكمة لعله هذه جزء من من فضاء الشهر رمضان أما ما عند الله فيها من هذه الحقائق أكبر بكبير وضاعفت فيه من الإيمان يعني إيمان الإنسان في هذا الشهر شي صير مضاعف وفرضت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام وأجللت فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ثم آثرتنا به شوف هذه الكرامة والفضيلة ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل وذلك هناك رواية أو حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى النبي موسى عليه السلام خاطب الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان هذا أنت لمن جعلته بعد أن بيّن أكو بعض الفضائل قال جعلته لأمة حبيبي محمد اللهم صلي على محمد قال يا ربي فأكرمني به قال إنه لأمة حبيبي محمد خاصة لا يشاركهم فيه أحد اللهم صلي على محمد وذلك إمام السجاد يؤكد هذا المعنى يقول وفرضت فيه الصيام عفوا ثم آثرتنا به على سائر لا أمة عيسى ولا أمة موسى ولا أمة إبراهيم ولا أمة نوع ولا أمة أينبي من الأنبياء واستفيتنا مثل ما اصطفى شهر رمضان من الشهور شنه اصطفى هذه الأمة من سائر الأمم لكي تكون هي التي تصوم هذا الشهر واستفيتنا بفضله دون أهل الملل فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليلة متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك إلى أن يقول السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا مفقودا ومرجوعا ومرجوعا آلم فراقه وحد كان يترجف الخير ورأس هذا الخير صار بانقطع فما هو مقدار الألم ومرجوع آلم فراقه السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر وأوحش منقضيا فمض يحدث مضض في القلب مضض في الروح السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب السلام عليك من ناصر أعانى على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك ما أكثر عتقاء الله فيك بعض الروايات كما ذكرنا العلوة سابقا في كل ليلة تعتق مئة ألف رقبة أما في آخر ليلة فيعتق بمقدار كل الليالي الفائتة يعني عندنا 29 ليلة من مئة ألف مليونين وتسعمائة ألف في آخر ليلة أشقد الله سبحانه وتعالى يعتق مليونين وتسعمائة طبعا وهذا العدد عند الله ليس العدد إحنا أنت استغفر لهم سبعين مرة معناها الوعى سبعين يصير ما يصير يعني لو أن نبي استغفر واحد سبعين الله يقبل وقل له سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله في آية أخرى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفره يعني إذا واحد سبعين يغفر لا هذا لبيان الكثرة ليس لبيان النهاية مثل قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر يعني إذا ألف وواحد يصير ما هي خير لا يعني خير من ألف وخير من عشرة آلاف لأن هذه الخير من الألف هذا الحد الأدنى مصحيح؟ أما الأكثر ما؟ هي خير فإذا خير من ألف وواحد وخير من ألفين وخير من عشرة وهكذا كذلك هنا يقول ما أكثر عندما يقول مثلا يعتق مئة ألف مو معنى هذا الحد الأدنى الحد الأما باب الله للعفو والعتقش قد مفتوح ما ندري قد يعتق أضعاف أضعاف هذا العدد وبالتالي أنت من تحسب مثلا من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا كم شهر رمضان مرت؟ ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين رمضان مو رمضان فرض يا سنة سنة ثانية للهجرة مصحيح؟ إحنا هساب يا سنة ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين يعني ألف وأربعمائة عفوا أربع واربعين فنحن عندنا ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين رمضان منذ أن فرض رمضان إلى اليوم مو؟ في كل شهر من شهور رمضان نعم لا 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 أنا أتكلم عن شهر رمضان عندنا ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين سنة كم شهر رمضان بها؟ ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين شهر رمضان مصحيح؟ وفي كل شهر الله يعتق بالملايين إذن عندك بالمليارات الاعتقاء من النار إذن معناها رحمة الله يوم القيامة عندما يبعث الناس قد لا تجد النار إلا قلة قليلة ولذلك عندما قال الحسن البصري لا أعجب لمن نجى كيف لمن هلك كيف هلك وإنما أعجب لمن نجى كيف يعني يريد أن يقول أن غضب الله هو المقدم وبالتالي فلصير الناس المحتم المن إلى الهلاك ولكن أنا أعجب هذا النجو كيف نجو لماما سجاد عندما وصل له هذا الرأي قال لا أعجب لمن نجى كيف نجى وإنما أعجب لمن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله شواء المقلوب ذاك قلب الميزان جعل الله منتقما والمهلكين لعباده الإمام السجاد جعل الله من الراحمين لعباده أما الذين يهلكون هذول يتعجب قال الله أعطاك الهداية وفتح لك أبواب الرحمة فكيف تهلك فإذا هذا الشهر الكريم من عظائم صفاته أنه شهر العطقي من النار ونحن ينبغي أن لا نقنطه لا تأسوا من روح الله لا تقنطوا من رحمة الله أن لا نقنطه نقنط من رحمة الله فإن القنوط من رحمة الله أشد من المعصية وأكبر من المعصية إنسان هذا يدخل الإمام السجاد على الزهري بعد أن خرج من القضاء وجد الزهري في حالة نرسى لها قال أشبيك قال والله أنا عندما كنت بالقضاء تعرفته قد ظلمت إنسانا قد 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 كذا يعني عدد الأمور التي فعملها وهي مخالفة لله سبحانه وتعالى قال إن يأسك من رحمة الله أشد ذنبا من ذنوبك التي عددتها لا تأس فلا ينبغي لنا وعندنا هذا الشهر الكريم أن نيأس من رحمة الله ما رأي نطول عليكم بل يجب أن نفرح إذا جاءنا شهر رمضان لأنه شهر رحمة الله المحيط بنا وشهر العفو والتوبة والرحمة والمغفرة وشهر العطق من النار إذا كنت يستحب في كل ليلة أن نقرأ إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المخصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واعتق رقابنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد أقول قولي هذا ويغفر الله لنا ولكم ونسأل الله أن يعيد هذا الشهر الكريم عليكم وعلينا وعلى جميع عباده بالخير واليمن والبركة وأشكر من صميم قلبي المشرفين على هذه المؤسسة المباركة الذين تفضلوا علي بدعوتي لكي أكون خادماً لكم في هذه الأيام وأشكركم جميعاً لتقديركم لي ولحضوركم وإصغائكم وأشكر الأخوات اللواتي إذا صعدت هذه الأعواد أصغينا للخطبة واستمعنا جزاه الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسناتكم جميعاً جزاكم الله خيراً ونسأل الله أن نتقبل منا جميعاً والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى الله عليه وبركاته اللهم صلى الله عليه وبركاته